بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسقرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم أطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ جَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْمِحِينَ ولا يستثنون فطاف علي طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يردوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنا اليوم عليكم مسكين وغدونا حرد قادرين فلما رأوا قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لما تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طابين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجربين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب في تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مصفلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذون لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتبا ربه فاجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفرون يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إن له لمجنون وما هو إلا ذكر من العالمين